العلاقة بينه وبين عبدالوهاب بينه وبين مكلسوم المكلسوم اللي كان مفروض إنه هم رايحين على حياة زوجين واخدبالك في اللحظة الحاسمة بيتوقف من خطوبة معلنة إلى المنشط اللي بعده وبين محمود الشريف ده منشط الأخبار اليوم سنة ستة واربعين يعني كان حيتم مثلا ما بينهم ولك ده المنشط في أخبار اليوم طبعا مصطفى أمين على علاقة عظيمة بمكلسوم خطوبة مكلسوم لمحمود الشريف الزبوع اللي بعده زبوع واحد جنازة حب شوف العلمان بتاع مصطفى أمين جنازة حب يعني خلاص توقفوا طيب إيه الحصل ما هنا بقى تقدر تقول إيه اعتزاز محمود الشريف بنفسه هم قرروا يتجوزوا أو يعنونوا الجواز فييجي وده بيبينك التركيبة شخصية فييجي سؤال من مصطفى أمين للمكلسوم يخلي الرأي العام يطور ده كل ده على صفحات الجرائد على الأخبار أه أخبار اليوم كويس إيه السؤال هل تتوقفين عن الغناء؟ بتسأل المكلسوم المكلسوم دي ملكية عامة خد بالك يعني الناس متخدش بالها إن الفنان فيه جزء شخص هو إنسان فهي ملكية لكن إحنا بننظر لها كأيه؟ دي بتاعتنا كلنا بتاعتنا كلنا فلما واحد يقول لي المكلسوم سؤال هل تتوقفين على الغناء؟ قالت الإجابة إيه؟ الأمر له وما يريد له المين دي عيد على مين؟ محمود الشريف محمود الشريف طبعا الرأي العام ياسور ترجمة نانسي قنقر